السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج كرامر لي وبرنامج وموقع وايضا تطبيق يساعدك في تصحيح جميع الاخطاء اللغوية اللغة الانجليزية. كذلك يساعدك بعملية اذا جاء وصلك ايميل من شخص معين اللغة الانجليزية شركة يعطيك ملخص هذا الاميل يعني فيه قدرات حائلة. الشركة هذه كانت تشتغل في في عملية تصحيح الجمل والقواعد اللغة الانجليزية من عام 2009 ومع ثورة الذكاء الاصطناعي دخلت فيه بقوة وخرجتنا هذا التطبيق او هذه العالية راح نشوفونا مع بعض جميلة جدا. طبعا هذي التوتوري اللي حقتهم الشركة تشرح لك تقول كده انت عندك فيه خطأ في المسبل يعني فيه تهجئة وتكتب شيء خاطئ فهو تصححها لك. او فيه علامات الفواصل ايضا اخطيت فيها البنكتشن ماركت اخطيت فيها هي تصلح لك. ايضا تساعدك في كتابة وتركيبة الجمل باللغة الانجليزية الصحيحة. راح نشوف هذا التوتوريول بس حقهم للموقع هذا. عندهم اشتراك بشهري واشتراك وحاجة مجانية. انت ان اللهم انك تسجل احنا ما نحتاج للحاجة مجانية اللي فيها سبيلنج والقرامر والعلامات الى البنكشن هذي. ما نحتاج لكثر من كده. فانت بعد ما تسجل ايمايلك وتنزل البرنامج اللي وتنزل برنامج اللي خاصة الويندو والكروم مع بعض. اكيدك تستخدم الكروم. ابدأ في برامج في تركيب البرنامج على جهازك. البدا بالخطوات حتى توصل الخطوة هذي. وبعد ان تلقى تكون تينيو with the grammar free. احنا ركبنا الان الالكستينشن على على نفس ال google chrome. وطلعني هذه الخيارات انه راح يكون مساعد لك. في اذا كنت على جوجل دي كومنت تبع جوجل راح يطلع لك. او على جيميل راح تطلع لك هذه الايكونة اللي تساعدك في التصحيح وفي. راح نشوف القدرات اللي خاصة في كرامورلية الحين. وايضا اذا كنت على ال outlook راح تظهر لك. وطبعا يقول لك اذا كانت العلام الخضراء الهين. للايكونة هذه بمعناه انه قاعد يشتغل في تصحيح ما كتبته. عندنا الرسالة هذي. احسرها بات. خلنورفك مية مرة ثانية. هذي رسالة مثلا نوسطنا من. من الكابكات. اللي بينا نرد عليها. شوف لون تطلع لك رامورلية شوفها هنا. خلنشوف تحديد حصيح ما يحصل لك. خلقا. رد سريع. اللي بينا نرى الصفحة. اختبت رسالة هذه تقول خلالك كيف تحديد تيكست تغطير تيكست. لا. طيب. فهم يخرج. اللي بينا نرى الصفحة الرسالة هذي يقول كبكت يشرح لك يعطيك الملخص وش يبغى منك الكبكت يقول كبكت wants the receipt to verify their account by entering the verification code within 40 they are encouraging you to receipt to enjoy the كبكت فإذا ما عندك تقرأ رسالة طويلة فهو بالذكاء الاصطناعي يعطيك الملخص الرسالة وش من مقصده هي وبعدين هنا حط لك شوف لو تلاحظ كتب كبكت sound friendly يعني ما فيها ضغط ما فيها قوة ما فيها تهديد ما فيها شيء friendly يعني الصديق هو طيب الآن يقولك كيف تبي ترد عليه تبي تقول confirm receive the cap card for the verification code ولا تبي تقول verify the account thank you for يعني يعطيك شي جاهز انت أو تبي تكتب كيف تبي تكتب شي معين وهو بيرد يعني إذا في شي بيصحح لك وش يقول وفي خيارات أيضا هنا لا تلاحظون الخيارات تقدر حتى تطلب منشو يقول request لو انه مثلا هذا الفريفكيشن كود اللي وصلك يعني ما أو انك ما وصلك بطريقة صحيحة أو ما ضبط معك يعني حاول تدخل ما ضبط حط لك هو فورم بس انك تكتب request verification code with the current one has expired يعني فيها شي كثيرة تقدر تضيف من هنا gif أو صورة من هنا أو تسوي convert الرسالة أو انك بعد حتى هو يساعدك في عملية خلنا نشوف شك نوكلنا كده هو شو مش أوكي حكي شكرا يا أبي هاي أوكي شكرا فهو أعطاني شوف أنا كتبت هذا الصفحة السطر بس هو لا هو أعطاني إياها إن كتبتها هاي أوكي شكرا يا أبي كابكات لك أتكلمني وكتبني عن الزيارات هو كتب لك هذه الرسالة وقال بسله هذه أحسن كان يقول هذه أحسن من اللي أنت كاتبه يعني هذه الرسالة أفضل من هذه اللي أنت كاتبها هذي طبعا فيه أشياء كثيرة أيضا بس أنا هذا اللي أنا يعني جسعي السريع وشفته وعجبني قد خلكم تستفيدون أنتوا أيضا ممكنكم تتعمق فيه أكثر ويعطيك يعني يعطيك أكشياء أكثر منه وتنفعنا وتسوي فيديو وتعرضه على الناس ويستفيدون منه أيضا إذن هذا هذا grammar لي قلنا عنه انتبهوا هذه الآيقونة إذا كنت تعد الرسالة هذه اللي تساعدك تمام؟ أوكي تضغط reply quickly يعني الرد سريع فيعطيك ملخص الرسالة وشو وش قالت وهكذا عندك أيضا هذا موقعهم بحطه لكم إن شاء الله تحت تستفيدون منه جيد 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 بعد ما تسجل فيه يطلع لك هذه الصفحة هذه الداشبورد حقتك جدا ممتاز صراحة الخطوات اللي تسويها تعمل حساب وبعدين تاخذ التور وبعدين write on a popular website في مجرد تضغطه تستخدم هذه الصفحات عشان انت تكتب فيه زي ما شفتوا أو بتشوفون بعد شوي في البريدكتروني لما تسوسك البريدكتروني معين كيف يساعدك في كتابته أو الرد أو فهم الرسالة حاجة خطيرة حقيقة